موسيقى من بيروت أهلا بكم إلى برنامج جيران العرب الذي يتناول ترتيب أوضاع جامبيا بعد عودة الرئيس أداما بارو إلى بنجول في المحور الأول نبحث تثبيت حكم الرئيس الجديد الآتي عبر الدبابة السنغالية وكيفية التعاطي مع المؤسسات لسيما الأمنية والعسكرية والأهم هل يستطيع حل الأزمة الحدودية المزمنة بين السنغال وجامبيا أم أن عودته كانت مشروطة وفي المحور الثاني نستوضح تأثيرات حكم بارو على الدول الإقليمية لا سيما موريتانيا وهل سيؤدي ذلك لمزيد من التوتر بين السنغال وموريتانيا في ضوء فشل المبادرة التي كانت تقودها موريتانيا أرحب بضيوفي في الأستوديو محمد طالبنا رئيس حزب الإصلاح الموريتاني وعضو الجمعية الوطنية الموريتانية ومن بنجول إسماعيل ولد يعقوب ولد الشيخ سيديا الخبير في شؤون غرب إفريقيا ومن لندن مصطفى سري الكاتب المتخصص بالشؤون الإفريقية أهلا بكم جميعا نبدأ مع تقرير حول الأزمة الغنبية وعودة الرئيس بارو وأطماع دول الجوار ونعود للحوار الآلاف من الغنبيين يتدفقون على مطار العاصمة بنجول لاستقبال الرئيس المنتخب أدم بارو لا يخفي هؤلاء المواطنون غبطتهم بعودة رئيسهم من منفى إجباري في الجارة السنغالية التي تحمي قواتها الرئيس الجنبي الجديد حتى من مواطنيه حضرت أعضاء الجمعية الوطنية أقول لكم أننا سنعمل الآن يداً واحدة سنكمل كعائد سنتجاوز التحديات الراهنة لا يمكن فعل أي شيء قبل استلام مهانا عندها سأصدر توصيات وسنرى كيف سنعالج كل المشاكل لوصول هذا الرئيس ينزع فتيل الأزمة الجامبية التي بدأت قبل نحو شهرين بعد رفض الرئيس السابق يحيى جامي الإقرار بهزيمته في الانتخابات ولجوء الرئيس الجديد إلى السنغال ثم أدائه لليمين الدستوري في السفارة الجامبية في داكار لتعلن بعدها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس عن نشر قوات في جامبيا لإرغام يحيى جامي على التخلي عن السلطة ومغادرة البلاد بعد رحيل الرئيس جامي وانتشار قوات الإكواس في جامبيا يبدو التحدي الأكبر هو استئصال رموز النظام السابق وإفشاء ثقافة المصالح بين مختلف العرقيات والإثنيات في هذا البلد الصغير الذي تحيط به السنغال من كل اتجاه ويواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى خاصة بعد الحديث عن إفراغ الرئيس السابق لخزائن البلاد من العملة الصعبة وتهريبها إلى الخارج لأيام وأسابيع حضي هذا البلد الصغير باهتمام الكثيرين حول العالم لأنه قدم نموذجا في الانتقال السلمي للسلطة ولقدرة مجموعة دول إقليمية فقيرة على الإصرار على هذا الانتقال وإجبار الدكتاتور الجامبي على الرحيل فسال الرئيس الجامبي الجديد أدم بارو يعيش في بيته في أطراف العاصمة بنجول يخشى رجل غائلة السياسة ولا يريد العودة إلى القصر الرئاسي بعد حتى تنظيفه من الخصوم يؤكد هذا الرجل بأن البلد يحتاج إلى النهوض من جديد بعد نحو 23 عاما من حكم الدكتاتورية عبدالله والسيديا لبرنامج جيران العرب بنجول يعني أستاذ محمد من التأرير من الواضح أنه عودة الرئيس إلى بنجول ستكون محطة أساسية بتغييرات جديدة بغامبيا هل دخلت غامبيا مرحلة جديدة في علاقاتها مع السينيغال بالدرجة الأولى كون الرئيس جاء على دبابة سينيغالية وبدعم سينيغالي في البداية نشكرك لفهم الموضوع أكثر وتعصيله لا بد أن نفهم بعض الأمور ونجعل الموضوع في إطاره التاريخي والسياسي غامبيا هذا البلد الذي أصغر في غرب إفريقيا من ناحية الخريطة البردية استقل عن بريطانيا في 18 فبراير 1965 لتداول حكمه رئيساني يحيجاما وداود جاورا داود جاورا الذي حكم من 65 حتى سنة 94 نفهم السياق التاريخي بينه ومع سينيغال أن داود جاورا وقع اتفاقا أمنيا مع سينيغال في عام 1980 في 21 يوليو 1981 وحين كان في سفران في الخارج تعرض لانقلاب العسكري قاده بعض الضباط الغامبيين ذوي الميول الماركسية حينها طلبا من السينيغال أن يتدخل وحدات عسكرية سينيغال لإنقاذ حكمه فتدخلوا إلى بنجول فوقع بعد ذلك فوقع في سنة 82 في فبراير فدرالية اتحادية مع السينيغال انتهت بأن يصبح الرئيس السينيغالي عبدالجوف رئيسا للفدرالية وجود جاورا النائب للرئيس الاتحادي فاستمر ذلك حتى سنة 89 فوقع فرط الانفصال فات يحيي جامي في سنة 94 94 أتى بانقلاب في سنة 96 أجرى يحيي جامي أول انتخابات مدنية ديمقراطية للا يحيي جامي ما بين 94 حتى 2016 اتعرض لمجموعة من المحاولات الانقلابية في التسعينات في 2016 في 2015 في 2006 في 2006 تدخلت له وحدة عسكرية من الجيش الموريتاني يساعدته على إفشال الانقلاب إذن هذا هو السياق العام بالنسبة للفضع ما هي المجموعات المؤثرة حتى نفهم السيسيولوجيا الغنبية في غنبيا تتقاسمها ثلاثة مجموعات قبلية عرقية تشكل الضغط السياسي الحقيقي هذه المجموعات مثلها قبائل المندنيك والسوسو التي ينتسب لها الرئيس الأول داودا جاورا وقبائل قبيلة جولا التي ينتسب لها حجامي والقبيلة الثالثة القبيلة الفلان التي منها الرئيس بارب إذن السياق الذي أتى فيه بارو بأنه أتى بانتخابات لم يشكك فيها حجامي في البداية يعترف بها وهنأه فيها وهو أتى متحالفا مع أكبر القبائل وربما ندم بعد ذلك على أنه لم يندم لكنه أتى لا تفهم الإطار في إطار السياق عدم بارو ينتسب إلى القبيلة الثالثة وهي لا تتجاوز حدود 14% عن السكان ولكنه أتى مع القبيلة الأكبر السكان وهي قبيلة المندنيك والسوسو متحالفا معها فالإشكال لا يدخل في إطار يدخل أكبر في التداول الصراع للسلطة فيه وصراع مقابلي وحتى الأحداث السياسية في المنطقة في كازا ماسا وفي غينيا بيساو وفي سنغال هذه المرتبطات بهذه التركيبات إذن هو التحالف الذي أتى ببارو هو بين قبيلة المندنيك وقبيلة الفلان وبعض الأقليات ولكن عودته لم يكن سهلي إضطر إلى أن يقسم اليمين بالسفارة الغنبية بالسينغال وأن يعود على دعم سينغالي هو أختار لنفسه السفر حتى نكون موضوعيين أختار لنفسه سفرا حرا إلى ذكاء ولكن الرئيس جامي لم يقبل أن يترك القصر حتى نفهم أتامي ماذا؟ يحيد جامي كان أول مهني ومعترف بالانتخابات ونتائجها لكن بعض المعارضة الدائمة لبارو بعد فتح أسبوع أو أسبوعين من التهنية هددوا يحيد جامي بالثار وزايدوا عليه فخاف على نفسه من يكون هناك تداول السلم على السلطة فراجع ذلك الموقف للمناورة أعتقد بأن أصله كان مناورة بس هذه الوجهة النظر التي تحكي فيها هي ليس المعممة يعني في وجهة نظر أخرى الانتخابات مرت بسلاسة لم يشكك فيها أحد ويحيد جامي كان لو أنه من طبائع الاستبداد بأنه يمكن أن يزورها ويغيرها خلينا ننتقل إلى بنجول لنشوف ما هي الظروف اليوم مع الرئيس الجديد يعني سيد إسماعيل كيف تبدو صورة بنجول مع وصول الرئيس إليها وبالتالي تشكيل الحكومة الجديدة التي حرص خلالها على موضوع القيادات الأمنية أن تبقى مع الذين كانوا إلى جانب الرئيس السابق بالرغم من أنه استلم هو وزارة الدفاع وكذلك المقربين منه وزارة الداخلية والملف الخارجي فهل هناك ني لدى الرئيس الجديد بالتخلص من المقربين للرئيس جامي أم هو يحافظ في هذه المرحلة الانتقالية خاصة بالمراكز الأمنية عليهم طبعا هو الهاجس الأمني وهاجس الاجتذاذ هما حاضران في ذهن أدم بارو والحديث عن الحكومة أن حسين دربو الذي هو رئيس الحزب الحاكم يعني رئيس حزب بارو الذي كان مسجونا حين اختير بارو من طرف تحالف المعارضة للترشح يعني هو يشاع اليوم أنه سيكون وزير الخارجية ثم أن المنفاتي الذي كان مدير ديوانه وكان معه في المنفى القصير في داكار ربما يكون وزير الداخلية ولكن يعقوب باجي الذي هو يعني قائد قوة المخابرات التي كانت عصى جامل التي يضرب بها معارضيه يعني سيبقى في مكانه مع تغيير في المهمة وكذلك عثمان باجي الذي هو قائد قوات مسلحة جنرال عثمان باجي سيبقى ما بقية القيادات الأمنية مثل موسى صافج الذي هو قائد كتيبة الحرس الرئاسي في كاني لاي ما اسقاط رأس الرئيس السابق يحيي جامل فقد بايع يعني بارو وهناك يعني قوة جانجلار وهي مجموعة من المرتزقة وهي بوليس سياسي يعني كثير البطش تم اعتقاله في السنغال وتم اعتقال أربعة من الضباط الصغار اثنان منهما كان في عودتهما من غنية الاستوائية في حيث رافق سيدة الأولى السابقة وتم اعتقالهما في داكار ولكن بارو نفسه يعني قال بشكل واضح إنه لن يجدد ثقة في الأطر المدنيين الذين كانوا عند جامل لأنه حسب قوله لديه الكفاية من الشرفاء النظفاء أو النظيفين يعني هذا بصورة عامة ما ينوي بارو القيام به يعني هل تفهم من كلامه أستاذ إسماعيل أنه يود المواجهة مع المقربين من الرئيس السابق أو إزاحتهم عن بعض المواقع إطلاقا بارو نفسه أعلن أنه سيبقى لثلاث سنوات فقط وهو ليس رجل سياسة بالأساس رغم بقائه طويلا في الحزب المعارض إلا أنه ظل أمينا للخزينة في الحزب المعارض وليس رجل السياسة ولم ينتخب حسب سيرة ذاتية لم ينتخب يوما لا للبرلمان ولا لغير البرلمان وهو باقي لأن السياسيين الكبار في الحزب هم يعني كانوا إما قيد السجن أو قيد المنفى ولكن بارو سيتجنب الإجتثاث كثيرا مثلا بارو محسوب على أقلية الموسي أقلية الفلان ولكنه من السوسي أمه من الفلان وهو من السوسي ولذلك نائبة فاتماتة جالو التي هي مرأة حديدية وساهمت في اختياره وفي إجماع المعارضة عليه أيام يعني الانتخابات الرئاسية يعني أعينها نائبة له ولذلك فهي من الفلان وهو من السوسي فليست من المعقول أن يكون هو من الفلان ونائبته من الفلان إذن الفلان هم نائبة الرئيسية من الفلان أما أقلية جولا التي هي قبيلة الرئيس السابق فتحتفظ الآن بقيادة الأركان فقد تم الحفاظ كما أسلفنا على جنرال عثمان باجي ولذلك فهو يراعي كثيرا التوازنات العرقية ويخاف الاشتثاث ولكنه ينوي بعضا منه على الأقل في المؤسسة العسكرية أما بالنسبة لقبيلة جولا يعني قبيلة الرئيس جامع فقد كانت كلها تقريبا في الأغلبية إلا بعض المثقفين اليساريين بالخصوص خصوصا في المهجر وهذا يندل على شيء فإنما يدل على أن باروس سيكون المرحلة الانتقالية الحقيقية وليس المرحلة التنفيذية فالوداع مع عصر جامع أهم بالنسبة له من خلافته لجامع يعني أستاذ إسماعيل هل سيفتح ملفات جامع خاصة أنه كان فيه اتهامات عديدة له بالفساد هو وفريقه وقيل أنه أخذت 13 مليون دولار من البنك المركزي معه وبالتالي كل هذه الاتهامات هل سيفتح الملفات أم الصفقة التي عقدت وعاد باروس من خلالها إلى بنجول تقضي بأن تقفل كل الملفات وأن يغادر الرئيس جامع غامبيا الاتفاق الذي كان برعاية موريتانية وغينية تعلمون أن الرئيس الغيني ألفا كوندي الذي أصبح الآن رئيسا دوريا لتحاد الفريقي هو كان حاضرا مع الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز في الوساطة وهذه الوساطة تمخضت عنها ورقة وهذه الورقة كثير ما يتشفى فيها دباط سيدياو وكذلك بعض السياسيين السنغاليين وكأنها لا تعنيهم في شيء ورغم أنها ملزمة ومن ضمن بنودها أن الرئيس يحيى الجامع الرئيس السابق يمكن أن يعود فيها تلحظة وأن أملاكه مضمونة وهذا ما فهمناه بالأمس من جنرال فرنسوان جاي الذي هو قائد قوة الميسيقى هنا قوة سيدياو وقال إن قصر يحيى الجامع في مسقطر أسي كان إلي لا يمكن أن تدخله قوة سيدياو لأنه ملكية شخصية في إشارة إلى أنه في مأمن أما بخصوص الملفات فهناك الحديث عن تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان طيلة 22 عاما منها قتل المراسل فرانس فنتكات الذي هو غامبي ليس فرانس فنتكات مراسل وكالة النبال الفرنسية ديدا أيدارا وهو صحف غامبي ومنها أيضا تصفية المعارض في سجنه حيث مات ربما تكون هناك تحقيقات ولكن على طريقة جنوب فريقيا فبارو نفسه أعلن عن لجنة حقيقة ومصالحة قد تفضي بأصحاب الدم إلى العفو ربما أو القبول التعويض من الحكومة ولكن ليس بشكل مباشر لأن عندما نتحدث عن جامعين نتحدث عن قبيلة بأكملها نتحدث عن 42% من الشعب والكل في سدياو مجمع على تجنب الاجتثاث على الطريقة العراقية يعني طالما أشرت إلى ذلك أستاذ إسماعيل لمعنى ذلك أن هناك تحديات عديدة أمام الرئيس الجديد بارو فيما يتعلق بتثبيت مواقعه وحكمه في داخل جامبيا على ماذا سيعتمد؟ هل سيعتمد على المؤسسات الأمنية والعسكرية؟ سيعتمد على التأييد الشعبي له؟ وهل لديه هذا التأييد؟ أم سيعتمد على السنغال؟ بارو حتى الآن تحت حماية سدياو قوات النيجرية والسنغالية والغانية حتى تحميه في منزله وهو حتى الآن لم ينتقل إلى المكتب وستحميه في مكتبه يعني حوالي القوة النارية حوالي ألف رجل والتواجد الأمني حوالي 500 في معظم نقاط التفتيش بالنسبة لسي دياو والتسليح ذقيل أيضا والتسليح خفيف بارو الآن تحت رحمة سي دياو وتحت حمايتها وهذا جزء من مهمة سي دياو أما أن يذبت حكمه فأعتقد أن المد الشعبي لوجوده وإذبات قدراته الاقتصادية كتاجر عقاراته وكراجل أعمال حتى يتنفس الناس الصعداء لأن 62% من الشعب تحت خط الفقر وربما ينفعه ذلك ولكن السي دياو طالما بقيت فذلك سيضعف نصرة المواطنين لها خاصة الذين صوتوا لبارو لأن المهام الأمنية تتحول في الغالب من قوة تدخل إلى قوة احتلال وتصور البسطاء وأنها غازية وذلك مما يخفض من دعمها بالنسبة لبارو فأمامه إعادة تشكيل معقدة جداً للجهاز الأمن وللجيش ولقوات الأمن الآن بدأت المحاكم والمدارس تعمل بشكل واضح والشرطة الغامبية والجيش الغامبي يعني مسلحون بشكل خجول ومتواجدون بأزياء حديثة نسبياً ولكن بدون أسلحة وأعتقد أنه سيعتمد التدرج للتخلص من قوات السيدياو وللتقرب وإثبات وجوده من القوة العمومية التي طالما كانت متجنة لسلفه العتيد يحيى ديامي أنتقل مباشرة إلى لندن استاذ مصطفى بناء على ما أشار إليه استاذ إسماعيل وكذلك ما قاله استاذ محمد كيف يمكن لبارو أن تكون طريقه في المرحلة المقبلة وكيف ستكون العلاقات مع السنغال هو اليوم بحماية السنغال القوى الأمنية تحميه هناك وجاء على دبابة سنغالية كيف له أن يكون مستقلاً رئيساً مستقلاً لدولة جامبيا شكراً جزيلاً أولاً نحيل الشعب الجامبي على ممارسة التحول الديمقراطي وهي تخطو خطوات جيدة الآن مثل بوركينفاس وغينية جديدة والدولة الأخرى حولها أنا أفتكر أن الرئيس سوبارو يحتاج إلى حوار داخلي في المقام الأول بين الفرقاء وبين هذه التشكيلات داخل جامبيا هو ما يحتاجه قبل الحديث مع الأطراف الخارجية السنغال وموريتانيا وغيرها لديهم مصالح داخل جامبيا ولديهم مصالح في المشاكل الحدودية بينهم ولكن في المقام الأول إذا لم يستطع الرئيس الجديد أدام تحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي وليس التمسك بالقضايا العالقة مسألة التساس النظام السابق يحتاج إلى وقت وهذا الوقت يحتاجه في المقام الأول إلى إجراء حوار ومصالحة وطنية والحقيقة والمصالحة التي أشار لها الأستاذ إسماعيل هي التي يمكن أن تثبت أركان حكمي إلى جانب التأييد الشعبي الذي منح في التصويت خلال الانتقابات هناك وعي شعب كبير في المنطقة الحكم الدكتاتوري وحكم الفرد أصبح غير مرغوب فيه ولن تستطيع المؤسسة العسكرية في أي فترة من الفترات القادمة أن تقوم بانجلاب عسكري ضد الرئيس المنتخب المجتمع الإقليمي لن يقف معه الاتحاد الأفريقي وحتى المجتمع الدولي لذلك أمامه فرصة كبيرة جدا ببدء الحوار الداخلي بتجميع الصفوف بين الفرقاء وبين التشكيلات المختلفة الحكم في أفريقيا غالبا ما تجرده القبيلة ولكن هناك شباب صاعد مجموعات صاعدة الآن لا تحكمها قبيلة ولا إثنيات أو عرقيات وهي التي صوتت لأبارو حتى من الحزب الحاكم ومن القبائل الأخرى وانتهت أيضا العصر الأيدولوجيا التي بدت بحكم جامبية في السابق والآن المصالح هي التي تحكم هذا الشعب ولكن يحتاج إلى أدوات من أجل هذا الحكم أدوات خاصة اقتصادية اجتماعية لتحسين الأوضاع الداخلية للجنبيين نعم القضايا الاقتصادية هي تكون في المقام الأول ولكن ذيول الرئيس السابق موجودة ما أشار إليه التقرير أن هناك عملية نحب تمت لأموال وغيره هي موجودة ولكن في المقام الأول إذا لم يخطو الرئيس خطوات في جمع كل الأقاميين حتى الموجودين في الخارج لإجراء حوار بينهم حوار وطني لتأسيس الدولة على أسس جديدة تحكمها الديمقراطية ويحكمها هذا التوازن بين مختلف الأطراف هذا ما سيقود إلى تحقيق النمو اقتصادي نعم وإلى نعم المسألة الأخرى هناك وأشار إليها الرئيس الجديد أمادة الوضع العسكري بالنسبة للرئيس السابق أو المجموعات النافذة في الحكم مثل الاستخبارات العسكرية وغيرها هي ما زالت لديها النفوذ لكن إذا اعتمد الرئيس على الخارج على السنغال والدول المنطقة سيخسر كثيرا سيخسر شعبه في المقام الأول أستاذ مصطفى بدي أحكي عن نقطة السنغال وموريتانيا أيضا والصراع ونفتح ملف الأدوار الإقليمية في جامبيا وشبح الحرب والتوتر بين السنغال وموريتانيا وبعض الفاصل أهلا بكم من جديد في برنامج جيران العرب وأرحب بضيوفي في الاستوديو محمد طالبنا رئيس حزب الإصلاح الموريتاني وعضو الجمعية الوطنية الموريتانية ومن بنجول إسماعيل ولد يعقوب ولد الشيخ سيديا الخبير في شؤون غربي أفريقيا ومن لندن مصطفى سري الكاتب المتخصص بالشؤون الأفريقية سيد محمد بدي أبدأ معك بموضوع موريتانيا موريتانيا كان لديها مبادرة ويبدو أن هذه المبادرة فشلت وصار في التوتر عاد ما بين السنغال وموريتانيا على خلفية الأزمة في جامبيا هل بعد عودة الرئيس اليوم ودخوله إلى جامبيا هل خف هذا التوتر وهناك تنصيق بين البلدين فيما يتعلق بالموضوع الجامبي أم ازداد هذا التوتر وستتحول الجامبيا إلى ساحة لهذا الصراع أولا المبادرة التي قادها رئيس موريتاني محمد عبد العزيز والرئيس لغيني الفاكوندا لم تفشل هذه المبادرة هي التي مهدت بأن يرجع عدم بار سالما إلى حكمه فالقول بأنه أتى على ظهر دبابة هذا قول مبالغا فيه وإن كان في الأمر فهو أمر نختيار صنعه فبارو لم يتعرض لبطاقة قبض ولا لتهديد من قبل حجامي وكذلك طاقمه لانتخابه ولم يتم تدد فهو خرج حرا إلى سنغال وليس متسللة موريتانيا إذا جعلنا المسار في إطار الزمن بشكل دقيق سنغال كانت مقررة مع مجموعة سيدياو بالدخول ليلة 19 من الشهر الساعة 12 لكن موريتانيا الرئيس الموريتاني بمبادرته أخذ طيارة وجاء إلى باندول وأخذ ضمانات ورجع إلى سنغال وقابل الرئيس سنغالي مكيسال وقابل عدم بارو وقامت المبادرة الموريتانية بتنشيطه وبالتالي أجلت دخول جيش السنغالي في الوقت المبادرة الموريتانية جاءت خوفا من أن يدخل السنغال مباشرة عسكريا جاءت لإنقاذ السلم في المنطقة والمحافظة على الاستقرار لأن المبادرة الموريتانية لا قدر الله لم تكن قد نجحت كانت المنطقة معرضة إلى حرب أهلية إلى صوملة إلى نزاعات قابلية متداخلة لن تسلم منها السنغال نفسها لأن القبال يعني هل اليوم أمقذت من الصوملة؟ نعم أمقذت اليوم من الصوملة وبالتالي الاتفاق الذي وقع الذي نجحه الرئيس الموريتاني في انتزاعه من أطراف البنك الغامبية جامي وبارو ومن السنغال هذه المجموعة التي وقعت عليه وتم برعاية المجموعة الدولية وبأطراف عدده هو الذي أما جعل الطريقة آمنة وسالكة إلى السلم الأهلي في بانجود هنا وهي عملية لا مناكرة فيها فالمبادرة الموريتانية نجحت ونجح الرئيس الموريتاني فيها كما نجح في مبادرات أخرى في نزع الفتيلي في مناطق أخرى في الشمال يعني اليوم هناك تنصيق ما بين السنغال وموريتانيا فيما يتعلق بملف جامبيا نعم الرئيس السنغالي نفسه ما كيصال اعترف بنجاح المبادرة الموريتانية واعترف بالدول الموريتانية في نزع الفتيلي وبارو نفسه اعترف به إذن فالقوله بأن المبادرة الموريتانية فشلت ومجازفة ومخالفة لحقيقة واقع الأمر القول ذلك لأن السنغال دخلت وهي تحمي اليوم الرئيس اختارت حسيني غال بنفسها فلا يوجد له تهديد من الجيش الغامبي ولا من الشرطة الغامبية فالسلطات الغامبية ما في الجمعية الوطنية استقبلوه والسياسيون استقبلوه الغامبيون من حلف الرئيسي جامعة والمؤسسات الغامبية بعسكريها ومدنيها وجدها مهيئة له فلم يوجد تمرد ولم يوجد مخالبة ولذلك كانت الإكراهات أمامه لأن يقوم بالاجتثاث فلا يهديد غامبيا لأن اجتهاج أغلبية حلفاء حجامي من الجولة سينقض الصراع إلى داخل دول المنطقة لأن هذه القضائل لها امتدادات امتداداتها في السنغال في كازا ماص في غينيا بيسو وبالتالي سيعرض المنطقة إلى اهتزازات ولذلك موريتانيا قدمته قدمته للمنطقة مجتمع قدمته للأمن في السنغال قدمته للأمن في غينيا بيسو قدمته للأمن في غينيا فموريتانيا يهمها الوضع الاستقرار في غينيا لأن موريتانيا لها علاقات تاريخية وروحية وتجارية مع غينيا في الجارية الموريتانية بعشرات الآلاف من المستهمرين تجار وهي حتى أنها بدأت في القرن السابع عشر في عهد الدولة الإمامية عند الإمام ناصر الدين وبعده من مشايخنا أصر الشيخ سيديا من أتباع طريقة الصوفية أتوا بالإسلام إلى غنبيا وإلى السنغال ما الذي تريده موريتانيا من غنبيا اليوم؟ موريتانيا لا تريد من غنبيا ولا من السنغال إلا أنها تريد لهم الخير كما تريده لغرب إفريقيا كلها وتريده للعرب موريتانيا أرادت بأن تجعل من نفسها رسول سلام ومحبة وهذا هو الدور الذي يلعبه الموريتانيون الآن يلعبه الجيش الموريتاني وجنوده في وسط أفريقيا وفي ساعة العاش ويلعبه الموريتانيون كوسطاء في أسبوع الماضي الرئيس في الكونغو في الوضع الليبي الموريتانيون يريدون الحب والخير للعافية والمنطقة وليس هناك أي صراع لها مع السنغال فالسنغال شعرت حبيبة إلى موريتانيا ترتبطنا معها بكثير من الأطر الإقليمية والاتفاقيات الثنائية قلوها شأن وشودنا معها في إطار منظمة استثمار نهر السنغال الذي يجمعنا وفيها جاليات كثيرة موريتانية ولينا معها روابط تاريخية وروحية فقد تجاوزنا مرحلة الصعوبات مع السنغال في أحداث تسعة أثمانين وكان لها أثرا عندها في السياسة موريتانية بعد أحداث تسعة أثمانين جعلت موريتانيا تضغط على أصدقائها في غنبيا وأن يفكوا الارتباط في فدرالية مع السنغال وذلك من تداعيات الأحداث الثنائية التي وقعت مع موريتانيا إذن موريتانيا الععب والرئيسي تاريخيا وحاضرا ولكن اليوم تراجع دوره في غنبيا لطالح الدور السنغالي العكس الموريتانيا اليوم دورها موريتانيا كانت أقوى مع جامي يعني كانت تدعم جامي وبالشركة بأن موريتانيا ستكون قوية مع بارو وستكون قوية مع المجتمع الغنبي لأن الجذور الموريتانية في غنبيا أقوى من مال لأن مثلا أعطيك دليل عليها فبارو أهم قبائل قبيلة يعتمد عليها هي قبيلة ماندنيك وهي قبيلة الرئيس داودا جاورا السابقة بها هذه قبيلة أكثر وها مضطبطة الروحية بموريتانيا فزميلي معك يسماعي أكثرهم تلاميذ لأسلاف الطاهرة من أشياء خلينا ننتقل على لندن مع أستاذ مصطفى لشوف يعني طبعا رأيه بهذه النقطة بالتحديد وصراع الموريتاني السنغالي هل تراجع هذا هذا الصراع في غنبيا مع وصول بارو هل ستكون هناك مرحلة جديدة من هذا الصراع وماذا تريد السنغال من غنبيا كما ماذا تريد موريتانيا منها يعني كشأن كل الدولة الأفريقية التي جاءت بشكل أو آخر عبر الدبابة أيضا موريتانيا لديها مصالح في غنبيا هذا لا ينكره واحد السنغال لديها مصالح ولكن الآن هناك تخوف أيضا أن تستقبل هذه الدولة المجموعات الإسلامية المتطرفة التي تتجول في المنطقة بين موريتانيا ومالي وغيرها وهذه أيضا إذا وصلت ستكون مشكلة أمنية كبيرة بالنسبة للسنغال بالنسبة لموريتانيا أيضا هي تعيش هذه نفس المشكلة وبالنسبة لغنبيا خاصة أن الرئيس السابق جامي كان قد أعلن الشريعة الإسلامية العام قبل الماضي وهذا ما قد يؤجج أو قد يصاعد الصراع في المستقبل إذا اتجه أماد بإلغاء هذه القوانين وأعتقد أنه سيجد هذا الإلغاء باعتبار أن قامبيا لديها تعدد دين وعرط وغيره المصالح بالنسبة لموريتانيا والسنغال إذا أراد المحافظة على مصالحهما في قامبيا عليهم أن يساعد الأطراف القامبية في إجراء هذا الحوار الذي سبق أن قلته هذا الحوار بين القامبيين على أسس جديدة في تحقيق التحول الديمقراطي إنعاش الاقتصاد والنداء للمجتمع الدولي وغيره لمساعدة هذه الدولة التي تواجه مشاكل كبيرة وستواجهها في المستقبل إذا لم تكن هناك حوار جدا استاذ مصطفى هذا الحوار هو برعاية موريتانية سنغالية وكيف يمكن للرئيس بارو أن يتخلص من الوصاية السنغالية التي جاء بها نعم إذا يمكن موريتانيا والسنغال يمكنهما أن يساعدا في هذا الحوار ويبعد الهاجز الأمني الهاجز الأمني بوجود القوات السنغالية يجب أن تخرج باعتبار أن هذه دولة لديها سيادتها الوطنية ولديها استقلالها ولديها قرارها يجب على القوات لأنه إذا لم يحمي الشعب الغامبي هذا التحول لن تستطيع الدبابة السنغالية أو الموريتانية أن تحميه يجب أن يكون المسألة في يد الغامبيين نفسهم وأن تساعد هذه الدول في الاستقرار المساعدة تكون في احتضان هذا الحوار إذا كان من المجموعات السابقة في الحب أو المجموعات المعارضة التي لم تأتي للبلاد بعد والحكومة الجديدة وهذه المساعدات في تسهيل هذا الحوار وتحقيق وتذبيت الحكم الدموقراطي الجديد غير ذلك ستكون غامبيا مكان للصراع الإقليمي مكان للتجازب بين موريتانيا أو الحرب بالوكالة بين الدولتين وحيكون المكان غامبيا وليس موريتانيا أو السنغال نفسهما يعني أنت تعني هنا أنه أنقذت غامبيا من أي شبح حرب ممكن أن يكون في الفترة المقبلة ممكن أن تكون يعني ممكن أن يكون هناك إنقاذ إذا أبعدت الدولتان نفوذهما لأنه الآن السنغال موجودة بكثافة ومعها دول أخرى حوالي ألف جندي كما ذكر وموريتانيا هي التي قادت الحوار وقادت التفاوض بين الأطراف أي موقع الاتحاد الأفريقي هنا للأسف لم نسمع عنه شيء غير المبارك لكن الاتحاد الأفريقي أيضا لديه دور يجب أن يلعبه هو ترك الأمر بالنسبة للسنغال وموريتانيا وغينيا الجديدة ولكن الأمر يحتاج إلى مساعدة أكبر الاتحاد الأفريقي لديه والآن رئيس المفوضية هو من شات لديهم الفرصة في لعب دور أكبر باحتضان حوار بين هذه المجموعات وتثبيت الحكم وإخراج القوات السنغالية من جامبيا فورا لأن بقاء القوات السنغالية لفترة أطول ستأتي بكوارث على المنطقة خاصة أن هناك ديول ومشاكل بين الموريتانيا والسنغال في فترة السابقة الآن لديهم الفرصة فأن تكون جامبيا فرصة لإجراء الحوار والتعايش بين هذه الدول أنتقل إلى بنجول استاذ اسماعيل بناء على ما تم التقدم به فيما يتعلق بالأدوار الإقليمية لموريتانيا والسنغال أنت موجود في بنجول وبالتالي الصورة لديك من بنجول فيما يتعلق بهذه الأدوار الوصاية السنغالية هل هناك نية لدى الرئيس الجديد بالتخلص منها أم هي شرط أساسي كانت لعودته إلى بنجول بالنسبة لوجود العسكري السنغال في غنبيا هو في إطار ما تسمونه في المشرق قوات الإكواس لأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هي منظمة شبه إقليمية قوية جدا ونجحت في إسكاة المدافع في سراليون وليبيريا وقيني بيساو وأفشلت الإنقلاب في مالي وساعدت على سلاسة المرحلة الانتقالية في بوركين أفاسو ولديها قوة حفظ نظام من قوامها 20 ألف رجل وتسمى إيكو وهم الموجودون الآن وشعاراتهم هي التي ترفعها القوات البرية السنغالية المتواجدة وكذلك القوات الجوية النيجيرية والقوات الخاصة القانية إذن السنغال هي موجودة في إطار إيكو بخصوص الموريتانيا موريتانيا هي صديق قديم لغامبيا وغامبيا هي تقع في حلق السنغال لما ترون الخريطة خريطة السنغال هي على هيئة رأس أسد وفمه هو غامبيا هذه المستعمرة الإنجليزية القديمة جدا يعني بها تواجد موريتاني وصلها الدعاة الموريتانيون في بداية القرن الثامن عشر ووصلها التجار الموريتانيون تقريبا في نفس الوقت لأن الموريتانيين علاقتهم بإفريقيا الغربية هي متناغمة بين التجارة والدعوة وكما تعلمون فقد يعني أشار تقرير قديم في نهاية السبعينات للمخابرات الأمريكية في أبيدجون أن أكبر عدو للكنيسة الكاتولوكية في كونديفار هو التاجر الموريتاني يعني يأتي بعلمه في صدره صفر اليدين يقضي عشرين سنة في حي من حي أبيدجون ويعني يصبح ملياردير وكل جيرته مسلمون إذن هذه هي طريقة الموريتانيين قديما في إفريقيا والمقابر في غامبيا شاهد على العلماء والصلاحاء الموريتانيين المدفونين هنا والجارية الموريتانية متحكمة في الإيراد والتصدير وحتى في الصناعات الصغيرة منذ الأزل كل يعني وكذلك الجالية اللبنانية ويتعاملون معهم باحترام ووقار لأنهم عرب لأنهم قادمون يعني يتسمون ويتدثرون بلبوس العربة والإسلام والشعب الغامبي محب لهم والموريتانية أيضا في بداية التسعينات ونهاية الثمانينات يعني اتخذت علاقتها بعدا آخر مع سنغال حيث استخدمتها مخلبا للقرص في جلد سنغال حيث دعمت موريتانية بشكل واضح رفعت مستوى التمزيل الدبلوانسي من قنصلية إلى سيفارة ودعمت متمردي كازامانس قبل يعني أن يكون هناك تبادل للأدوار بين عبدالجوف وعبدالليواد في بداية القرن الواحد والعشرين ويعني وكان عبدالليواد ذكيا جدا ومناورا كبيرا يعني تعحد بعدم دعم معارضة معاوية وكذلك مقابل أن يتوقف الدعم عن متمردي كازامانس بطبيعة الحال المتمردون يعني متمردون كازامانس جناح سالف ساديو هم متواجدون في 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 جامبيا ولكنهم يعني منزعوا السلاح رغم أنهم منذ سنة يعني احتجزوا ستة جنود لسنغال وكانوا يعني خرجوا بوساطة سينمائية كبيرة من مونتفيديو الإيطالية ويحيى جامل إذن سنغال تريد أن تنقض بشكل غير مباشر على 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 بقايا متمردي كازامانس ورغم رغم النفي الرسمي لذلك لكل من موريتانيا والسنغال مصالح في غامبيا ولكن الرئيس آدم بارو من المؤكد أنه محاط بمجموعة من اليساريين تقليديين ولن يقبل الغزو إطلاقا وسيتخلص تدريجيا من النفوذ السنغالي وأشار إلى ذلك في مؤتمره الصحفي حيث قال إنه يؤيد فريق السنغال في كرة القدم ولكنه لن يكون هناك اتحاد على طريقة سنغامبيا التي أشار إليها المحامي محمد والطالبنا معك في الستوديو السنغامبيا هي كان اتحادا إجباريا بين 81 و89 بين عبدو جوف ودودا كيرابا جاورا ولكن بارو من مصلحته أن يظهر بلبوس وطني تحرري وأن لا يتناغم كليا مع السياسة السنغالية خصوصا أن السنغال لديها كل الأسباب للإنقضاض عليه وعلى حكمه أو على الأقل تقويضه وموريتانيا هي جاءت لإنقاذ صديق وحليف استراتيجي لها ولكن وساطتها نجحت وكانت مقبولة شعبيا بحيث أن سائق التاكسي وباعة الرصيد تقول لك إن الموريتانيين أنقذوهم من حمام دم هذه الأمور قبولها شعبيا يجعلها تنجح ورفضها شعبيا هو الذي سيفشلها وسيفرغها من معناها والأيام هي التي ستحكم إذا طال الأمد على تدخل إكواس ذي المكون الطاغي السنغالي الطاغي فإن الرفض الشعبي سيتحول إلى ما هو أشنع أما إذا بقي فستكون الموريتانيا يعني سجلت هدفا سياسيا وتعادلت معها السنغال في الأرض الغنبية سيد اسماعيل يعني طالما أشرت إلى أن الرئيس يود أن يتخلى عن هذه الوصايات وأن يحكم على أساس وطني هل سيستطيع أن يفتح الملف الأساس مع السنغال وهي موضوع الحدود هذا الملف المزمن مع السنغال ليست هناك مشكلة على الحدود إطلاقا لأن الحدود موروثة عن الاستعمار ولكن ولاية كازامانس التي تقع جنوب الغنبية والتي يعبر السنغاليون من الشمال السنغال إلى جنوب إلى كازامانس مرورا بالأراضي السنغالية وكذلك الجسور الكبيرة في فرفني وفي بانجول الجسور الكبيرة التي تربط بين البلدين هي الملفات الكبرى العالقة بخصوص 350 كم التي تربط تفصل بين غنبيا وكازامانس إقليم كازامانس الذي كانت فيه حرب يعني كانت في حركة انفصالية لمدة 30 سنة يعني تم انشقاق لابيجام كونسانغور يعني الراحل ووقع على اتفاق السلامة وبقي جناح سالف ساجو ذي الميول الشيوعية بقي تحت حماية يحيى جامي هذه هي الأمور العالقة أن يقل تسل لعناصر سالف ساجو إلى الأرض السنغالية وتزول عسكرة الجيش السنغالي لكازامانس المستمر من 30 سنة يعني الحكومة السنغالية هي يعني قدمت 42 مليار فرانك فرنسي لإقليم كازامانس وبنت ملاعب وهناك محاولات لرفع الإشكال التنموي وللتناغم مع المطالب المتمردين لأن لا ننسى أن المنطقة سبب المشاكل فيها هو الاستعمار لأن كازامانس كانت تابع ثم إن لديه امتداد عرقي فقبيلة الجولة المتواجدة بكثرة في قليم كازامانس هي أيضا متواجدة في غامبيا وهي قبيلة يحيى جامي الرئيس السابق إذن هذا التداخل العرقي والتداخل الألسني وكثرة الاستعمارات من البرتغالي للإنجليزي للفرنسي هو الذي ترك هذه البلابل ولكن غامبيا ليست لديها مشكلة دينية إطلاقا لأن أقلية فهو مسلم 99% من الغامبيين هم مسلمون وهم سنة بالأساس إذن هذا من باب المعلومات أما الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة فهم يكلون الأمر إلى الإكواس وقد تم الاحتفاء بالأمس بإيلان جونسون سيرلي فالرئيس الدوري السليه رئيس لبريا على يعني تماسك موقف منظمتها وسرعة ردها وفعاليته في غامبيا سيد اسماعيل من سيمول بارو في مشروعه الرئاسي طبعا هو يحتاج إلى تمويل للأجهزة العسكرية وكذلك يحتاج إلى تمويل في الاقتصاد طالما هناك أطماع من قبل بعض الدول على من سيعتمد من الدول لمساعدته بارو ورث تركة دبلوماسية ثقيلة بخصوص قطع العلاقات خروج من كومنويل ثقاط العلاقات مع المستعمر السابق المملكة المتحدة لمحاولة التقرب الأعمى من العالم الإسلامي والتقرب الأعشى من العالم العربي بحيث تم إعلان اللغة العربية لغة رسمية بشكل غير دستوري وغير مفعل وكذلك تم إعلان اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر الرئيس للتشريع كل هذه الأشياء لم تتم دسترتها وصارت عبءا على الرجل والحديث أيضا عن اختلاص في الخزينة العامة ولكن أدام بارو معركته الدبلوماسية ستكون متوازية مع معركة الاقتصادية وسيمد اليد مباشرة للعالم العربي والإسلامي بكل تأكيد لن ينقذه إلى الدبلوماسية الموازية للعلاقات الاقتصادية وخير له أن يتجنب المؤسسات الدولية كما يشير إليه مقربوه كما أسر إلينا خليفة الصال وغيره من المقربين منهم الذين لديهم ويولي السارية وأعتقد أنه سينجح بكل بساطة لأن غامبيا هي نامية وحل حالة مشكلتها ورفع الاحتقان عنها سيحافظ على استقطابيتها للسواح وللاستثمارات وعدم اندلاع حرب على صراع مسلح على السلطة فيها سيعيد رؤوس الأموال بشكل متسارع وتدريجي المعركة الاقتصادية ستكون أسهل بكثير من المعركات الدبلوماسية وكلتا هما لا غناء عنها للأخرى يعني استاذ محمد هل المعارك والأعباء الكثيرة أمام الرئيس بارو في المرحلة المقبلة سيستطيع تجاوز من خلال حكم وتثبيت هذا الحكم في المرحلة المقبلة بداية في نقطة شاردها زميلنا مصطفى نحب توضيحها أولا لا بد أن يدرك بأن الواقع السياسي في بانجول وفي موريتانيا التهديدات التي أشارنا هو من الإسلام السياسي أو الإسلامفوبيا أو من التطرف وبشره بأن المنطقة الإسلام الذي عرفته هو الإسلام الموريتاني ليس الإسلام حتى لا أقول الإسلام المشرقي العنيف في إسلامنا في موريتانيا إسلام المذهب السني الأشعري المالكي إسلام معتدل في متونه ومناهجه وهذا هو الإسلام الذي اختاره الغامبيون الذين نهلوا من المحاضر الموريتانية وهو الآن يدرسون فيها بالآلاف وموريتانيا نجحت في خلال العشريات الماضية أنا أكبر مجمع تعليمي في بنجول لتدريس اللغة العربية والشريعة الإسلامية معناه بأن البنجولين يختلفون في المنطقة تختلفوا عن ما هو موجود في بعض المناطق الشرق يعني أنت متفائل بالنسبة للمرحلة المقبلة في غامبيا ما زال ما زال النظام السياسي في غامبيا ملتزم بالاتفاق الذي راعته موريتانيا فالأمر سيظل مستقرا وستطل الأمر في تطور أما بمجرد حرافهم ولو خفيفهم فسيعرض المنطقة إلى صوملة نتيجة لأن البنجول مبنية على نظام قبائل يوجد في السنغال وفي كازماصو وفي غينيا بسو شكرا لألك بالختم أشكر ضيوفي بالأستوديو محمد طالبنا رئيس حزب الإصلاح الموريتاني وعضو الجمعية الوطنية الموريتانية ومن بنجول إسماعيل ولد يعقوب ولد الشيخ السيديا الخبير في شؤون غرب إفريقيا ومن لندن مصطفى سري الكاتب المتخصص بشؤون الإفريقية أشكر متابعتكم برنامج جيران العرب نلتقي الأسبوع المقبل في نفس الوقت وعبر نفس الشاشة التلفزيون العربي معي أنا نجات شرف الدين إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة